السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي مشاهدين وساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجواءنا اليوم أجواء غائمة في معظم مناطق البلاد درجات الحرارة كانت في معدلاتها الطبيعية تراوحت ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد يستمروا الأجواء الغائمة إلى نهار الغد فرص لأمطار متفرقة ستبدأوا من مساء اليوم وتستمر إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد نتابع تفاصيل أكثر في نشرتنا الجوية الطقس الحالي في مدينة الكويت سماء غائمة جزئيا استمرار في الرياح الجنوبية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 22 الرطوبة النسبية 35% رعي الفقية لا تزال جيدة تجاوز 10 كيلومتر كما تشير آخر تحديثات صور الأغمار الصناعية لتكون واستمرار تكوين السحب على معظم مناطق البلاد اليوم ستستمروا إيانا خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بفعل تأثر البلاد في امتداد منخفض جوي قادم من جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ألدى إلى تكاثر الصحب وكذلك تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية ومعتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سيستمروا إيانا تأثير منخفض الجوي إلى مساء يوم الغد متوقع أن يكون التقص بشكل عام في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة استمرار في تكونات بعض الصحب مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية ومعتدلة السرعة إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة في المناطق الغربية 16 درجة مئوية في الشيقاية والسالمي المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية مع بداية الدخول ساعات الصباح الأولى نلاحظ زيادة في تكونات الصحب مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية التي دائما تزيد من نسبة الرطوبة كذلك فرص لأمطار متفرقة خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية من دولة الكويت وكذلك على بعض الجزر الجنوبية متوقع أن تكون فرص الأمطار خفيفة خفيفة بكمياتها تبتداء من صباح يوم الغد مع تقدم النهار في منتصف أو من بعد الظهر كذلك ستعتدل ويانا الرياح الجنوبية الشرقية مع تزايد كميات السحب خاصة على المناطق الشرقية من دولة الكويت كما تتأثر بعض المناطق في فرص الأمطار مستمرة ويانا إلى منتصف أو إلى مساء يوم الغد كذلك تزيد الفرصة خاصة في الجزر الجنوبية وكذلك المناطق البحرية الشرقية من دولة الكويت متفاوتة في كمياتها خفيفة إلى معتدلة الكميات درجات الحرارة كما نشوفها في متوقعة في نهام الغد متفاوتة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية الأجواء البحرية بشكل عام أجواء معتدلة ارتفاع الموج متوقع أن يتراوح ما بين 2 إلى 4 قدم التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 5 ودقيقتين موعد شروق الشمس ساعة 6 و21 دقيقة موعد أذان المغرب ساعة 5 و42 دقيقة أما بالنسبة للتقص المتوقع لمدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة أجواء بمشيئة الله أجواء غائمة فرص الأمطار راح تكون مستمر رويانة إلى بداية الأسبوع القادم كذلك استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية راح نلاحظ ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الخمس أيام القادمة خاصة على المناطق الشرقية من دولة الكويت وكذلك تكونات السحب مستمر رويانة طول هذه الفترة درجات الحرارة متفاوتة ما بين 25 أو 24 إلى 27 درجة مئوية أما الصغرى متفاوتة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية في يوم السبت راح تبدأ أو راح يتعمق تأثير منخفض الجوي راح تشكل بعض السحب كذلك متوقع أن تكون هناك فرص لأمطار رعدية خاصة على المناطق الجنوبية من البلاد بمشيئة الله راح تبدأ ويانا الأمطار من يوم السبت تستمر ويانا طول نهار يوم السبت إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد في يوم الاثنين راح تبدأ الرياح بالتقلب لرياح الشمالية الغربية ومعتدلة السرعة قد تصل سرعة الرياح إلى 30 كيلومتر في الساعة أعزاء ومشاهدين أشكر لكم حسن متابعة وأنا أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية